تعود إلينا دكتورة تمارة حداد المحللة والبحثة السياسية من رمالة تحية لك دكتورة أهلا وسهلا تحياتي لكم ولي قناتكم الكريمة ولكل المتابعين الكرام تبعت حضرتك بالتأكيد عملية الدهس التي تمت منذ قليل بالشاحنة وإصابة وكذلك مقتل العشرات برأي حضرتك مثل هذه العمليات الاستشهادية أو هذه العمليات باتجاه الكيان المحتل هل هي في طريقها إلى الزيادة؟ هل ستكون حديث العصر وحديث الوقت كنوعة من أنواع التعبير عن الغضب العارم بسبب الانتهاكات الإسرائيلية أم أنها تعتبر حادثة فردية وغير قابلة للتكرار؟ إذا تحدثنا بكل واقعية سوف تتكرر هذه الحادثة الفردية هي حادثة فدائية قومية جاءت من منطق نتيجة الاستبزازات الإسرائيلية نتيجة الانتهاكات التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني قبل عدة دقائق كانت عملية أخرى في منطقة حزمة شمال القدس ليس فقط على مستوى العملية التي حدثت في قليلوت أو قاعدة عسكرية تحديدا في هذه المنطقة التي تعتبر منطقة أمنية عسكرية وهذا إشارة أن هناك فشل أمني استخباراتي في عدم قدرة على التنبع على حدوث مثل هذه العملية طبعا هذه تؤثر على الداخل الإسرائيلي تحديدا سوف يلقى اللون على بن جفير وهو مسؤول الأمن القومي الإسرائيلي في الداخل الإسرائيلي هذه المنطقة في شمال القدس ليس هذا فحسب وحدثت أيضا عملية أخرى في ذات اليوم اليوم كانت هناك عمليتين عملية في شمال القدس هي أصبح هناك إصابتين في منطقة شمال القدس هي تسمى منطقة حزمة هناك إصابات عديدة شرحة في منطقة القدس بمعني شمال القدس في قاعد كل اليوم هذه العمليات أعتقد سوف تتكرر سوف تزداد هي عمليات تأتي من فردي وهناك عمليات تأتي بشكل منظم أو منصف لكن باعتقادي بغض النظر إن كانت عملية فردية أو منظمة أو مواجهة لكن هي تأتي في سياق نتيجة استمرار ما يحدث في أرض قطاع غزة ما يحدث في الضفة الغربية وما يحدث من الانتهاكات التي تحدث في المنطقة المقدسة نتيجة أن من قام بهذه العمليات في عبارة عن شخصيات تحمل الجنسية الإسرائيلية هم فلسطينيون يحملون الجنسية هذا إشار أنهم يشعرون في التمييز العنصري بين الإسرائيل وبين الفلسطينيين نتيجة ما حدث في المنطقة المقدسة من عملية أخراج الفلسطينيين حتى لا يدخلوا إلى المنطقة المقدسة من أجل الصلاة هناك تمييز فيما يتعلق العمل فرص العمل والاقتصاد وتعاملهم تحديد في الداخل الإسرائيلي تحديدا أنه شخصية من منطقة قلونس ومنطقة المثلت في الأراضي الفلسطينية المهتلة عام 1948 هذه الشخصية كانت تسوق شاحنة ما أدى إلى عملية بعد دهس عدد كبير كان يخرج من الحافلة ما أدى إلى عملية استغلال هذا الموقع عملية دهس عدد كبير من الإسرائيليون وكان عدد منهم من الألوية وأيضا رتب ذات الضابط والمقدم وهي تعتبر ذات مقر لقريب من مقر الموساد وأيضا مقر قريب من وحدة الاستخبارات العسكرية 18200 هذا إشارة أن ما يحدث اليوم على الأرض الواقع عدد الأماكن المراقبة أنيا تحديدا هي ذات بعد أمني وعسكري حديث أيضا يتم عملية الوصول إليها وهذا يعبر عن فشل الاستخباراتي وأعتقد أنها سوف تججع آخرين من أفراد آخرين نتيجة استمرار حالة التهكم أو حالة الانتهاكات محقش على الفلسطينة والجراءة التي جهت في أرض قطاع غزة نعم في بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أعلن الكيان المحتل بأن واحد من أهدافه الرئيسية والأساسية هو القضاء على عناصر المقاومة وكان يقصد حماس تحديدا ولكن على الجانب الآخر حماس قالت أنها لن تركع لن تستسلم خضوعها للكيان المحتل معنى هزيمة بالنسبة إليها وبالنسبة للقضية كذلك بعد مقتل إسماعيل هنية في البداية ويتبعه يحيى الصنوار هل بطري حضرتك أنه ما زالت حركة حماس ما زالت المقاومة بصورة عامة بنفس قوتها بنفس قدرتها على الاستمرار في مواجهة الكيان المحتل أم أنها خفتت ولو قليلا من باب ترتيب الأوراق أو إعادة تكوين ذاتها من الداخل أولا حركة حماس الآن في أرض قطاع غزة تحديدا هناك البنية العسكرية بالفعل تم تدمير جزء كبير من أعضاء السواء كان على مستمر المقاومين أو المسلحين الآن هناك في تنظيم حركة حماس أصبح ليس كوضعية تنظيمية أو هيكلية تنظيمية هي عبارة عن أفراد مقاومين ما زالوا يريدون مجابهة الاحتلال ومحاولة لآخر رمق استخدام أدواتهم المتاحة المتوفرة حتى هذه اللحظة من أجل إرسالة لرسالة الكيانة الإسرائيل نحن مستمرون وتواجدون نعم هي خفتت وأعتقد أن حركة حماس مازالت تعول على ورقة الأسرة ورقة الأسرة أو الرهائن المتجزين الإسرائيليين هي ورقة ليست بموطء اهتمام بالنسبة لنيتنياه ونيتنياه الآن يريد أن يخرج الأسرة عن طريق الخيار الحربي أو خيار العسكري الضغط العسكري باعتقد أن حركة حماس عليها أن تعيد النظر فيما يتعلق آليد التعامل مع هذا الملف إما أن تعطيه لدولة ذات قوة ذات وثقة أن تقدم هذا الملف حتى يتم بالفعل وقف الحرب وقف الحرب أمام تعنت حركة حماس إسرائيل لن توقفه هي غير معنية بوجود حركة حماس كيف سوف تتم التفاوض مع حركة هي لا تريدها إذن يجب إيجاد طرق أخرى من حركة حماس على الأقل إعطاء الملف لدولة سواء كان بغض النظر القاهر أو غيرها من الدول التي تثق بها أن تعطي هذا الملف على الأقل أن تتفاوض بشكل جدي أن يكون هناك بالفعل إعطاء الرهائل مقابل وقف إطلاق النار على الأقل إنقاذ المدنيين الفلسطينيين إنقاذ الشعب الفلسطيني يعني الآن من الضحية الضحية الآن هم أطفال نساء ليس هم على أقل بالمقامة المسلحة وليس المدنيين هم الذين يتضرروا الآن الواقع الإسرائيلي هو سبب أساسي ورئيسي والكل يعلم ذلك وهناك حركة حماس ما زالت تراهنة ولكن دكتورة مع فتح الكيان المحتل لجبهات مختلفة من الصراع ومن الحرب سواء في داخل قطاع غزة ومناطق المحيطة في الجنوب اللبناني استهداف حتى العمق الإيراني في طهران فجر أمس فتح كل هذه الجبهات هل يستطيع أن يصمد أكثر لا سيما وأن كل التقارير الصادرة تؤكد على ضعف وانهيار المعنويات بالنسبة للجنود الإسرائيليين وعدم رغبتهم في المشاركة في هذه الحرب وأيضا يوم الجمعة الماضي كان انتحار لطيار في جيش الاحتلال إثر أزمات نفسية متكررة ويشبهه الكثيرون وإن لم يكنوا قد أعلنوا عن ذلك هل من الممكن الرهان على فكرة الضغط النفسي الممارس على جنود الكيان المحتل أم أن الرهان على من في هذا التوقيت في هذا التوقيت ما زال الاحتلال الإسرائيلي يراهن على نقطتين المراهنة الأولى وهي استمرار الوليات المتحدة الأمريكية بتقديم المساعدات يوم أمس نتنياهو وقبل يوم أمس نتنياهو رضخ لإدارة بايدن بعدم ضرب إيران على المواقع النووية أو المنشآت النسطية فبالتالي هو رضخها للإدارة بايدن لماذا رضخها؟ لأكثر من سبب هو يريد أن يتم عملية الرسال المساعدات ما تبقت للواقع الإسرائيلي من قبل الوليات المتحدة الأمريكية ونتنياهو لا يريد أن يخسر هذه المساعدات النقطة الأخرى لتنياهو يريد أن يتعامل الآن بين جبهتين لا يريد أن يفتح الجبهة الثالثة إلا بإنهاء الجبهتين المتعلقة بقطاع قصة إنهاء كل لحركة حماسة حديثا المقاومة المسلحة ثم العملية الموصلة للتصعيد في منطقة جنوب لبنان هو يريد أن ينهي البعد التواجد لحزب الله في منطقة جنوب لبنان وترسيخ فيما يتعلق نزع السلاح الكل وأصبح هناك في حالة من التفاور بين الجهود الفرنسية والأمريكية بالإضافة أن القيادات اللبنانية بدأت الآن تريد أن ترسق صفقات أو تسويات تتعلق بترسيخ 1701 خلال اليوم القادمين سوف يكون هناك مبعوث الأمريكي هوكستايل من أجل نقل رسائل بري إلى الواقع الإسرائيلي إذا تم الموافق على تنفيذ 1701 دون شروط تزيد عن هذا البنت فسوف يكون هناك نوعا ما القبول أن جيش اللبناني بدل وجود حزب الله ولكن باعتقاد أن يتنياهو الشرطين متعلق أن يسمح لإسرائيل بتواجد دخول البري وقت ما تشأت حديدا في 5 كيلو متر أو أن يسمح بأجواء السماء أن يتم عملية تنقل الطائرات إذا كان هناك نوعا ما استجماع المعلومات الأمنية الاستغماراتية بوجود سلاح تم تمريره من سوريا إلى لبنان فبالتالي الآن يراهن نيتنياهو على الاستمرار الدعم التسليح الأمريكي ولكن فيما يتعلق الواقع الداخل الإسرائيلي نيتنياهو أو إسرائيل لذاتها لا تستطيع أن تتعامل لوحدها على هذه الجبهات لا تستطيع إسرائيل فقط هي الذي يدعمها أمريكا إذا تم تقديم الدعم فإن إسرائيل تستطيع المجابهة لا يوجد هناك دعم في إسرائيل لأنها سوف تضعف أمامه تحديدا أن نفسية الجنود الإسرائيليين الآن نفسيتهم ليس بالأمر السهل أن يجابه ثلاثة جبهات أو خمسة جبهات أو ستة جبهات هذه الجبهات ليست بالأمر السهل أمامه أن هناك نفسية عقيدة فلسطينية أو لبنانية هي تحاول أن تدافع عن أرضها بالمقابل أن هناك من يدافع عن وجود يعني إسرائيل تشير أن هذه معركة وجود ولكن هذه معركة الوجود من الذي سوف يفوز الوجود الحقيقي هناك من يوجد على أرض الحقيقية صاحب الأرض دكتورة مرحة تد شكرا جزيلا لحضرتك الكاتب والبحثة السياسية الفلسطينية كنت معنا من رمالة شكرا جزيلا لحضرتك شكرا جزيلا لحضرتك بشكل تحاول